بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وفضل المرسلين سيدنا ومولانا أبل قاسم مصطفى محمد وصلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المأسومين استغفر الله ربي وأتوب إليه مع أن المراد في الرواية الأولى هو خصوص الصحيح بقرينة أنها مما بني عليها الإسلام ولا ينافذ ذلك بطلان عبادة منكر الولاية إذ لعل أخذهم بها إنما كان بحسب اعتقادهم لا حقيقة وذلك لا يقتزي استعماله في الفاسد أبل أعام والاستعمال في قوله عليه السلام فلو أن أحدا صام نهاره كان كذلك صاحب الكفاة رزوان الله عليه بنفسه يكون من القائلين بالصحيح وعنده مناقشات وإشكالات على القول الأعامي القائلين بالأعام عنده مجموعة من الأدلة في الحلقة السابقة بينا الوشح الرابع وقلنا أن الوشح الرابع مركب من طائفتين من الروايات الطائفة الأولى روايات التي تقول أن الإسلام بنية على الخمس على الصلاة والسوم والزكاة والسوم والحج والولاية فأخذ الناس بأربعين و تركوا هذه كما أنه عندهم روايات أخرى أيضا الطائفة الثانية روايات التي تقول دعي الصلاة أيام أقرائك صاحب الكفاة رزوان الله عليه عنده كان إشكال الأول مشترك الورود على كل الروايات وعلى الطائفتين أنه غاية منستة أن نقبل منكم هو استعمال الألفاظ في الصحيح والفاسد كلاهما أو في الأعم ولكن الاستعمال غير بيان الموضوع لا الاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز لأجل هذا يمكن أن يكون المستعمل فيه أعم من الصحيح والفاسد ولكن الموضوع لا يكون خصوص الصحيح لأجل الأدلة التي أقمناها و بيانناها عند بيان القول بصحة هذا أولا وأما الأجوبة التي نذكرها عن كل طائفة من الروايات مستقلا يقول بالنسبة إلى روايات بنا الإسلام نقول هناك مجموعة من القرائن تشهد أن المراد بالصلاة والزكاة وغيرها خصوص المعنى الصحيح صلاة الصحيحة بنيت عليها الإسلام والزكاة الصحيحة بنيت عليها الإسلام نفس هذه القرينة أنه بنياك نفس هذه القرينة تشهد أن مراد الإمام عليه السلام من الزكاة والسوم والحج والسلاة كلها هذه الأعمال الصحيحة وإلا صلاة الفاسدة لا تنفع للإسلام ولا تكون بناء الإسلام أيضا جيد إذا كان خصوص الصحيح ومراد الإمام عليه السلام فكيف تجيبون يا صاحب الكفاية عن قول الإمام عليه السلام أن الإمام يقول فأخذ الناس بأربع وترك هازه ونهن نعلم أن عبادات منكر الولاية باطلتون صاحب الكفاية يقول مراد الإمام عليه السلام من أخذهم مراد الإمام من الأخذ هو الأخذ بحسب اعتقادهم وفي الحقيق هناك ما هو نوع من الخطأ في التطبيق منكر الولاية تصوروا أن عملهم يكونوا صحيحا وإلا على ساس الملاكات وعلى ساس المبنى عملهم يكونوا فاسدا فبأتبار اعتقادهم إمام عليه السلام يقول هم فأخذ الناس بأربع وترك هازه هذا جواب صاحب الكفاية لأجل هذا يقول ما أن المراد في الرواية الأولى بناء الإسلام على الخمس هو خصوص الصحيح بقرينة أن الرواية بقرينة أن الصحيحة مما بنية عليها الإسلام طبعا بالإضافة إلى هذه القرينة هناك قرينة أخرى إذن يوجد أنه إمام يقول فأخذ الناس بأربع ظاهر الأخذ أيذن هو أخذ الصحيح يكون وإلا لو كان المراد بالأخذ أخذ الفاسيد أخذ الفاسيد مثل الترق يكون ولا يكون أي فرق بينهما من جهة الأثر ومن جهة ما يراد من العباد من الآثار لأجل هذا المتبادر من الأخذ هو الأخذ الصحيح والتبادر القوى إذن يحكم أنه بنية الإسلام على الصلاة الصحيحة وعلى الزكاة الصحيحة إذن بدون شك في هذه الطائفة من الروايات المستعمل فيه في هذه الألفاظ هو خصوص وخصوص المعنى الصحيح يكون إذا كان هاكذا فظاهر هذه الروايات ما هي؟ ظاهر هذه الروايات تقتزي أن الموضوع لخصوص الصحيح فقد يبقى هذا الأشكال أنه ماذا نفعل بزاك المبنى أن عبادات المخالفين باطلتون طبعاً هذا الجواب لم يذكره المحقق الخراساني ولكنني أشرت في الحلقة السابقة إذن أن هذا مبنوی نفس هذه الرواية أيضاً يقول لم يقبل له سوم ولا سلاة هل عبادات المخالفين باطلة من الأساس؟ أولا لا يكون مقبولاً هناك مبنى آخر أن عباداتهم لا تكون مقبولة لا أنه لا تكون صحيحة بناء على ذاك المبنى إذن هذه الروايات تنسجم مع القول الصحيحة وفي الحقيق يسر ما هو دليلاً للقول الصحيحة و لرأي الآخون رزوان الله عليه وهناك احتمال آخر أيضاً يوجد أن المراد بالأخذ هو الأخذ كجزء من الإسلام و كجزء من اعتقادهم يعني في الحقيقة صائر المسلمين من صائر الفراق جعلوا الصلاة والسوم والزكاة والحج كلها جزء من الإسلام واعتقدوا بأنها جزء من الإسلام ولكن جعل الولاية كجزء من الإسلام لم يعتقدوا بها هذا الاحتمال إذن يأتي في مسألة الأخذ فأخذ الناس بأربع أي جعلوا الأربع جزء من الإسلام و تركوا الولاية و أنكروا أن تكون الولاية به عنوان جزء الإسلام مهما كان الحال إذن طائفة الأولى من الروايات دلالتها على القول بالأعم مبنویون لو أنكر أحد هذا المبنى فمن الأساس ما هو دلالة الروايات مخدوشته ولكن صاحب الكفاية مع قبول ذاك المبنى أن عمل المخالفين يكون باطلا يأتي بجوابين جوابه ما هو يقول ولا ينافي ذلك يعني ولا ينافي ذلك كون خصوص الصحيح هو المراد في الطائفة الأولى من الروايات بطلان عبادة منكر الولاية نحن نقول المستعمل فيه في الطائفة الأولى خصوص الصحيح ونحن نقول هذا المبنى إذن طامن أن عبادة المخالفين باطلتون مع هذا إذ لعل أخزهم أخز منكر الولاية بها بالأربع إنما كان الأخز بحسب اعتقادهم بحسب اعتقاد المنكر الولاية لا حقیقتا أخزهم لم يكن أخزا حقیقيا أخزهم كان من باب الخطأ في التطبيق والإمام عليه السلام أيضا يخبر بهذا النوع من الأخز طبعا هذا الإدعاء أيضا إدعاء مجازي يعني إمام هنا ما يقول فأخذ الناس بأربع لو قلنا أن المراد من الأخز أخزون أخز لابد أن يكون حقیقيا ولكن على أي حال من مجموع القرائن حتى القرائن المنفسلة لقائل أن يذهب أن مراد الإمام هو أخز بحسب اعتقادهم بعد يقول وذلك أي الأخز بالأربع على تبقى اعتقادهم لا يقتزي الأخز استعمال الأربع أي استعمال الصلاة واخواتها في الفاسد أو الأعم من الصحيح والفاسد لأنه لو نقول استعمل في خصوص الصحيح فمن لازمه نقضي ذاك المبناء نقول لا يقتزي هذا بحسب اعتقادهم ما هو؟ صلاتهم وسومهم تكون صحيحة إمام إذا يقول هم أخذ بالأربع صحيحة أي بحسب اعتقادهم والمستعمل فيه أيضا يكون خصوص الصلاة والسوم صحيح وأما بالنسبة إلى زيل الروايات إمام قال صام نهاره ظاهره أنهم أخذوا الصوم وأتوا بالصوم يقول والاستعمال في قوله عليه السلام فلو أن أحدا صام نهاره وقام ليله ومات بغير ولاية لم يقبل له صوم ولا صلاة نقول في هذه الفقر أيضا والاستعمال في قوله كان الاستعمال كذلك أي بحسب اعتقاد منكر الولاية إمام هنا ما يقول فلو أن أحدا صام نهاره وظاهره الإخبار بالصوم يعني بحسب اعتقادهم صام الخطأ في التطبيق يكون أو للمشابهة والمشاكلة هذا في الحقيقة جواب المستقلون أنه إمام عليه السلام هنا ما يقول فأخذ الناس بأربع أو مثلا فلو أن أحدا صام نهاره أصلا اطلاق الإمام عليه السلام هذا الاطلاق كان اطلاقا مجازيا ولكن من باب المشابهة والمشاكلة لأن سومهم لأن سلاتهم تشبه سوم السحيح جدا ومثل السوم السحيح ومثل السلات السحيح لأجل هذا ما هو لا بأس أنه لأجل هذه القرينة قرينة المشابهة والمشاكلة تطلق على عملهم السوم تطلق على عملهم السلات وتطلق على عملهم الحجم سلام نستطيع أن نجعل هذا الجواب ما هو في الحقيقة جواب مستقل وجواب ثالث عن الطائفة الأولى من الروايات إذن في جواب الأول قلنا الاستعمال عمو من الحقيقة والمجاز وفي جواب الثاني قلنا أن المراد بالأخص أخص بها سبع اعتقادهم وفي جواب الثالث نقول أصلا موزع له والسحيح واستعماله في على عملهم أو اطلاق السلات على عملهم وغيرها كلها يكون من باب المجاز بقرينة المشابهة والمشاكلة وفي الروايات الثانية أما في طائفة الثانية دعي السلات أيام أقرائك محقق الخراساني رضوان الله عليه يأتي بجوابين هذا الجواب على طب نقل بعض الشروح أخذ من الشيخ لنصاري كما أنه ما هو جواب القبل أيضا ظاهران مأخوز من الشيخ رضوان الله عليه يقول وفي الروايات الثانية الإرشاد إلى عدم القدرة على الصلاة في الحقيقة ما هو دعي السلات أيام أقرائك؟ هذا ما هو؟ هذا الأمر يكون أمرا إرشاديا ولا يكون أمرا مولويا في الأمر المولوي يجب أن يكون المتعلق مقدورا وما في الأمر الإرشادي فلا بأس به كأنه المأسوم عليه السلام يريد أن يقول أيها المرأة في أيام العادة لا يمكنك أن تسلي الصلاة فقط هذا المقدار يقول وفي الروايات الثانية الإرشاد إلى عدم القدرة على الصلاة مثلا وإلا لو لم يكننا إرشاديا بل كان مولويا إذا كان هكذا كأن الاتيان بالأرکان يعني كأن الاتيان بالموضوع لا بمقدار الذي يسق عليه السلات كأن الاتيان بالأرکان وسائر ما يعتبر في السلات بل بمقدار الذي يسمى في العرف بالسلات يقول كأن الاتيان بالأرکان ولو أخل بمالا يزر الإخلال بهي بالتسمية عرفان ولو أخل هذا المؤتي هذا المسلية بمقدار لا يزر الاخلال بهذا المقدار بالتسمية عرفة ترك الأزان والإقامة وعمدن مثلا ترك الأزان والإقامة عمدن محرما على الحائض ذاتا وإلا تقصد الحائض أو المرأة بهذا العمل القربة ولا أظن أن يلتزم بهذا التالي المستدل بالرواية فتعمل جيدا يعني بعبارة أخرى إذا قلنا أن الموضوع لهو الأعم ومعسوم عليه السلام هنا ما يقول دعي الصلاة أيام أقرائك يعني متلق الصلاة حتى الصلاة الفاسد أيضا يجب عليك تركها وفي الحقيق حرمة الصلاة ذاتي ويجب علي المرأة متلقا وكأنه معسوم هكذا يقول إذا كانت المرأة تامثا فلا تحل لها الصلاة متلقا وإذا كان هكذا معناه أنه متلق ما يصدق عليها الصلاة فيجب عليها تركها الآن هي إذا أتت بصلاة تصدق عليها الصلاة عرفا ولكنها فاسدت شرعا بدون التشهد عمدا بدون القراءة عمدا على القول بالأعم معظم الأجزاء يكونوا كافيا فإذا يصدق عليها الصلاة معناه أنه ما هو مشمول في هذه الرواية معناه أنها ارتكبت الحرام حتى إذا أتت به هذه الأجزاء بدون قصد القرب مثلا بدون أن يسندها إلى الله سبحانه وتعالى لأنه صدق الصلاة العرفي يكفي للشمول العمل في المنهي الآن لأجل هذا يقول وَلَا أَذُنُّ أَنْ يَلْتَزِمَ بِهِ الْمُسْتَدِلُّ بِالْرُّوَيَةِ فَتَأَمَّلْ جَيِّدًا هنا ما يقول على الخائض ذاتا الحرمة قد تكون ذاتيا وقد تكون تشريعيا هي إذا تأتي به هذه الصلاة قربة إلى الله طبعا من باب التشريع يكون حراما ومن باب افترا وعدم الإزن وإدخال ما ليس من الدين في الدين ولكن هي أتت بهذه الأجزاء بدون قصد القربة وبدون الإصناد إلى الله سبحانه وتعالى ولكن سورة العمل بقسم تسوق عليها الصلاة فبناء على القول الأعمى هذه إذا صلاة وهذه إذا حراما على هذه المرأة والحال أن الأعمى لا يستطع أن يذهب إلى هذا التالي الفاسي لأجل هذا به نظر المحقق الخراسان رزوان الله عليك هذه الرواية الرواية إرشادية ولا تكون مولوية ولا تتكلم عن الحرمة وغيرها باللهية ترشد أن المرأة في زمان الحادة شرعا ممنوعا عن اتيان السلام وليست لها هذه القدرة والممنوع شرعا كالممنوع عقل هذه الرواية في الحقيقة تخبر عن عدم القدرة ولا يترتب عليها أي شيء آخر وإذا كان إرشاديا فيمكن أن يكون الموضوع لخصوص السحيح أيضا ولا بعث به وإذا كان العم أيضا لا بعث به لأنه يمكن أن يكون متعلق الأمر الإرشادي أو نهي الإرشادي فوق الطاقة وخارجا عن القدرة هذا كله بالنسبة إلى هذا الدليل وأنه ما هو الحرمة قد تكون ذاتية وقد تكون تشرعية طبعا هناك ما هو الدليل خامس للقائل بالأعم وسندخل في هذا الواجه الخامس في الحلقة المقبلة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا إلهي يا كريم يا رحيم يا إلهي يا حليم يا عظيم يا إلهي يا أرهي 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 يا أ